حاجة بس بسيطة تكملة على كلام جمال هو احنا لما بنتتكلم بيقول ان النادي الاهلي كان وحش هو نادي سيراميكا كليو باترا النارده مع الماضي يا كريم بجد عمل كل حاجة في الكرة صحة فلازم برضو نذكرهم ولازم نحييهم لان النارده عملوا كل حاجة في الكرة صحة تعال بقى نتكلم على امام عشور والسؤال هنا امام عشور النارده كان وحش. علشان هو هو وحش ولا علشان لعب جناح لا امام عشور كان وحش اشان هو وحش إمام عشور تكلمنا عنه هنا وقلنا إنه واحسن لعيب كرة في مصر أكتر واحد بيفرق مع النادي الأهلي ولكن إمام عشور النهاردة برضو ما راحش المطش أكتر لاعب في المباراة في الفرقتين خسر الاستحواز بتسعتاشر مرة فقد الاستحواز للنادي الأهلي إمام عشور أنا من وجهة نظري محتاج حد يتكلم معاه لأنه واضح إنه هو مضغوط جدا جدا بأمرتها كريم كل كرة إمام عشور بيأخدها عاوز يقول للناس أنا هو أنا إمام عشور عاوز يرقص ويعدي وكل ما ترقص وكرة تقطع منك ده بيفقدك ثقتك في نفسك حتى كرة العرضة دي كرة كبتجلجل في رجله قبل ما تستلمها أول مرة تعال وريك بعض اللقطات لإمام عشور توريك إن إمام مضغوط جدا جدا وسيء جدا أول كرة في المباراة خلص هنا إمام عشور خد الكرة إمام عاوز يقول أنا هو دخل في وسط الزحمة أربعة اتقطعت منه تحولت هجمة على نادي الأهلي الكرة الثانية نفس الكلام كنترول إمام عشور اللي كان ومايز بيه جدا الفيرس تاتش بتاعته اللامسة الأولى بتاعته استلام سيء جدا مع إن الكرة واخد ده وقت كبير جدا أكريم في الهوى ولكن الاستلام كان وحش وكرة طلعت قود الكرة اللي بعدها قدي كده كرتين في دقيقتين اللي غالت لما الحاكم هنا صفر وطلعت قود كرة اللي بعدها نفس الكلام برضو هنا أول ما النادي السيراميكا قدي إمام عشور إمام مفروض هيجي هيعمل التحول عاوز أوريك الباص طاع إمام سيء جدا 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 في وسط الملعب لغاية لما الكرة تتقطع كالعادة من لعبي السيراميكا كليوباترا إمام عشور بيفقد الكرة بس للنادي الأهلي وهو كان رهان مرس الكرة الخسران النهاردة بص برضو يا كريم هنا رامي ربيع يلعب الكرة لإمام عشور إمام خد الكرة عاوز يرقص دي الكرة دي اللي كانت فاول وتقطعت منه ما كانتش فاول وتقطعت وتحولت هجمة برضو للسيراميكا كليوباترا عشان إمام دايما القرار الأولي نكمل الكرة مفيش مشاكل عشان إمام دايما القرار الأولي بتاعه أنه هو عاوز يرقص عاوز يزبط حاجة معانا أنا ما عافش ايه بس واضح أن إمام مضغود جدا من بعد مباراة السوبر نفس الكلام هنا يا كريم أول ما إمام عشور هياخد مفروض يعمل التحول بس وحش جدا جدا لأفشة تقطعت وهجم على النادي الأهل بص بقى الكرة دي هنا إمام عشور لما كرة تقطع هتوصل له إمام هيرقص حلو قوي عمل التنويه حلو قوي نفس كرة بيراميد زي بتاعت الدوري إمام برضو عاوز يخش جوه الزحمة لغاية لما الكرة تقطعت من نادي سيراميكا كليوباترا نفس الكلام هنا قدي إمام عشور رجل هيخش معاه في التحام هياخد الكرة منه إمام عشور النهاردة كان رهان مارسل كورر الخسران وأنا شايف إن إمام محتاج حد يتكلم معاه يزيل الضغوط من عليه لأنه هو مضغوط جدا أنا شايف إن الفتنس بتاعه أفضل بكتير من مباراة السوبر لعب تقريبا تسعين ديئة بس نفسيا وزهنيا واضح إنه متأثر قوي باللي حصل في مباراة السوبر لازم حد يتكلم معاه عفش كابت محمد رمضان عفش من بيوم دورة فده شيء مهم جدا